اختيش كريو subernatant عبدال sim utina كريو السبimmers من جزء الهلوي ده اللي هو جزء الخفيف اللي هو عامل زي ما يكون ايه اللي هو يعتبر بقى البلازمة اللي هي الخفيفة قوي اللي هي مش فيها فاضية ما فهاش اللي ايه الحاجات اللي نزلت تحت اللي هو فكتور تلتاشر و فكتور تمانية وفكتور واحد والأزر طيب يبقى كراي سوبر نيتن دي استخدامتها لما بنعمل بلازمة اكس اتشينج باخد بلازمة ريئة ما فهاش الحاجات اللي نزلت في الراصب وديت نحتاجها في كذا مرض محتاجين في بلازما اكتشينج على سبيل المثال في مرضين مهمين جدا ثرومبوتك ثرومبوثايتوبينيك بيربرا and the hemolytic euramic syndrome TTP-HUS وكنا اخذنا قبل كده بلازما اكتشينج في ال-HDS محتاج بلازما ريئة ما فيهاش اي أنتيبوتس ما فيهاش اي حاجة خالص بتفيتني جدا في امراض المناعة الزاتية autoimmune diseases زي TTP-HUS بالاضافة إلى ال-Aloimmune زي ال-HDN